هل نحن عندنا دين الآن؟ أعجبني الشيخ جعفر الإبراهيمي تحية تقدير لقدميه الشريفتي رغم أني في يوم الأيام بعذت لفيديو عندي يعني عندي عتبوي هذا الرجل ولكن الكبير يبقى كبيرا والذي تحترمه حتى لو كان ينقدك وهو كبير يعني كبير فالشيخ جعفر الإبراهيمي من الناس الذين أقيم لهم وزنا وأنا لا أقيم لأحدا وزنا على الأطلاق هل سواحد يقول أنت متعجب نفسك شو أنت هالحثالة؟ لا عمي إن كانت في يدي درة وعزم الناس إنها فحمة فهي درة فأنا أعرف من أكون بالنسبة لديني ما دمت لا أزني ولا أستغيب أحدا ولا أبغي على أحدا فأعرف إلى أين ذاهب ولا تأخذني في الحق لو ما تلاء فأعرف إلى أين ذاهب هذا قضيتي أنا قوي بذني مئة ما استغابيت حداء صرت ضعيف مئة ما زنية صرت أحامي عن عرضي ولن أستطع أن أدفع عنه الزنا ومتى ما بغيت على أحد فلا ألوم نفسي إذ بغت علي الناس ولذلك عصمت نفسي من هذه الأمور خوفا أن يسلط علي ربي من يزني بعرضي ومن يبغي علي ومن يستغيبني فأصبحت قويا بهذا الأمر والله ما هو الأمر عبالكم مسحة عبالكم أنا قوي بعضلاتي لو قوي بالحزب الفلاني لو بالتيار الفلاني لو قوي بإيران اللي ضريفها يحشق جبيرها أنا ما عندي يجي أنا أبو علي حينما أدركت إن الخطأ خطأ أن تجنبته ولذلك أمدح هذا الرجل لأن لسانه فيه عسل من الكلمات المرعبات أعجبني وألفتني مقطع لفت انتباهي في كلامه وكل كلامه مقاطع نيرة هاي مدعا إلى الرجل والله لم ألتقي به ولم أسمع صوته إلا مرة واحدة حينما قلت إن العرب خلعت أسنة قاداتها